موسيقى موجز الأخبار من حلب اليوم حياكم الله قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام إن قوات النظام والميليشيات الموالية لها تواصل حجد قواتها في حلب واشرت الصحيفة إلى قرب بدء عملية عسكرية مرتقبة تهدف لتأمين المدينة وسيطر على مقاطع من الطريق الدولية حلب حما ونقلت الوطن عن مصدر ميداني في ريف حلب الجنوب قوله إن قوات النظام استقدمت ونشرت دبابات ومدفعية وحشدت المشاء على خطوط تماثل جبهات الغربية لحلب أفادت وكالة فورات بوست المحلية بمقتل نحو أربعين عنصرا من قوات النظام بهجوم نفذه مجهولون على حفلة تقلهم في ريف دير الزور الشرقي وضفت الوكالة نقلا عن مصدر خاص أن الحافلة تابعة للفرقة الحادية عشر مشاء من قوات النظام كانت متجهة من قرية معزيلة في بادية البوكمال باتجاه مدينة دير الزور وعند توقفها في مدينة صبيخان بسبب الضباب هاجمها مجهولون ما أسفر عن مقتل جميع من فيها أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل أربعين شخصا وإصابة العشرات إثر تدافع شهده موكب جنازة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرامان جنوب شرق إيران هذا وأجلت السلطات الإيرانية دفن قاسم سليماني على خلفية المخاوف التي رافقت تزاحم الحشود الذين اجتمعوا لتشيع سليماني ومقتل وإصابة العشرات منهم حسب ما نقلت وكالة رويترز قال فريق منسق الاستجابة في بيان له إن عدد النازحين في مدن وبلدات وقرى جنوب إدلب ارتفع جراء العمليات العسكرية للنظام وروسيا إلى 360 ألف شخص وأوضح البيان أن الفريق وثق العائلات النازحة خلال الفترة الممتدة بين الأول من تشرين الثاني الماضي وحتى كانون الثاني الحالي مشيرا إلى أن الأعداد الضخمة للنازحين تجعل المنطقة عاجزة عن تأمين الاستجابة العاجلة لهم أقرى مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران تعديلا برلمانيا يفيد بإدراج وزارة الدفاع الأمريكية على لائحة الإرهاب وذلك بعد اغتيال قاسم سليماني ووفقا لوكالة فارس الإيرانية سيتم تخصيص 200 مليون يورو زيادة على ميزانية فيلق القدس من الصندوق الوطني للتنمية بالإضافة إلى إدراج كافة أعضاء البنتاجون والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين باغتيال سليماني على لائحة الإرهاب حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي إنجازا تاريخيا بعد أن أصبح ثاني لاعب في هذا القرن يسجل ثلاثية في ثلاث دوريات مختلفة بعد المهاجم تشيلي أليكسيس سانشاز الذي كان أول لاعب في هذا القرن يحقق هذا الإنجاز واستطاع النجم البرتغالي المساهم بثلاثة أهداف في انتصار فريق يوفينتوس على ضيفه كالياري بربعية نظيفة نهاية الموجز وتتابعون بعده برنامج التربية الذكية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة